موسيقى السلام عليكم لبنات نتمنى تكونوا باخير وعلى خير ورحبا بكم معايا في قناة عالم بشرى في ايطاليا واليوم اجيتكم بالملاوي اللي كيتورقوا بالزعتر والجبن ويلا معايا باش نشوفو المقادير كما شفتو على بركتي الله غادي نوجدو هنا العجينة ديال الملاوي هنا لبنات عدنا واحد الكمية ديال الفورس من كيلو لتال كيلو نص معا واحد الكمية جوج معالق بار ديال الخمارة ديال العجينة وعندنا واحد المعلقة كبيرة ديال السعتر وجوج معالق ديال الزيت الزيتون وشوية على الملحة بعد ما اجلنا البنات العجينة اللي اسبق لي وحطيتها لكم في في الملاوي وفي في القناة اللي عندي حتى تدخلو تشوفوهم كما شفتو على هات الشكل ايا غادي نغطيوها بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليوها ترتاح باش نمشيوه نوجدو الحشوة اللي غنورقو بها الملوي كما شفتوها البنات هنا عدنا واحد زليفة فيها واحد الكمية اللي هي واحد اللي نجوج معالقبار ديال الزيتار والعلبة هنا ديال الجبن اللي هو مناسم بالتماء واربع ولا يكون عادي مشي مشكل غادي نديرو هنا انضيفوه واحد نصف كأس ولا حتى الكأس ديال الزيت العود كما شفتو على هات الشكل وغادي نحرقو الكل حتى نسجم الخالط مزيان مع بادياتو وغادي نحطوه على الجنب وغادي نمشي وناخدو العجينة بعدما خمرات ديال الملوي غادي نشكلو على شكل كما كتشوفو بعدما كتشوفو العجينة البنات راية معجونة مزيان وخامرة مزيان مغلقوش معها صعوبة غادي نشكلو العجينة على شكل كويرات يكونو كبار شي شوية وغادي ارجع معاكم كما شتو البنات بعدما شكلنا كما شفتو على شكل العجينة على شكل كويرات يكونو كبار شي شوية غادي نضيف ليهم واحد رشيشة ديال زيت العود كما كتشوفو على هاد الشكل وغادي نخليهم ارتاحوا واحد شي شوية عاش ناخد ونبدأ نورق فيهم يلا تشوفو هانا كيفاش غادي نورقو الملوي بتاعنا كما شفتو كما شفتو ورقنا الملوي تاعنا لاننا درناهم على شكل كويرات كبار شي شوية ودهناهم البنات بالجبن اللي نسمناه بالزيت والزعتر ودرنا واحد جوجر الشات احتل ثلاثة بيدينا ديال الزيت العود كما شفتوها البنات غادي نشكلوهم على شكل مستطيل غادي نطويو جنائب اللي هي ومن هنا وعاش اللي غا يبقى لنا يبقى كبيرة غادي نطويو الطوية الثالثة كما كتشوفو طريقة مفهومة في الفيديو انتمنى هاتوصل لكم وتفهموها كما شفتو معايا غادي نطويو الطوية الثالثة على هات الشكل حتى يعطينا وحد الشكل طولي لشكل مستطيل كما كتشوفو وحنا كنورقو بالجبن وكرشو بالزيت العود الجبن اللي سبقنا وحطرناه معاكم من قبل كما شفتو البنات دابا غادي نبدا اللوي في العجين ديالنا اه وانا كنلوي وانا كنقرز كما كتشوفو وكنجمع في الجوانب بحال يغنديرو الملاوي هادية طريقتنا في الملاوي انا ولا اختي ولا ماما يعني تبارك الله هادو وجدتهم الاختاعي كما كتشوفو هاما اللي يعطيها اسطحة بعدها منات المنبر وكما كتشوفو هاما بعدما جمعتهم غادي نجمعهم غادي نجمعهم بسبعة من الجوانب وتخليهم باش يرتاحوا كما كتشوفو البنات بعدما ارتاحوا الملاوي تاعنا غادي ندوزو باش نقرسوهم بالزيت العود ونطيبوهم بالزيت العود لانهم صحيين ووصفة زوينة وصحية وجربوها وردوه لي الخبار وكتجي رائعة رائعة ما فيها لا زبدة لا زيت عادية لا تحاجة كتكون صحية فيها غيج بالداخل ومعجونة بالزعتر وفيها الزعتر والزيت العود يعني صحية لوليدتنا وصحية لنا ووصفة زوينا من الرمضان صارحا اعتمدو عليها مزيان في الرمضان حسن من تخطيخ طيال الزبدة هذا مره مره واحد يبدل ويرد البال صحتوش شوية كما شفتو دبال بنات غادي نطيبوهم كما شفتو كيتنفخو بل الزبدة بلتة حاجة كيجوا مورقين وكيجوا خفيفين بحل الورقة ونتمنى الوصفة تكون نالت الاعجاب بتاعكم وانكتخفيفة ضريفة على قلوبكم وكنتمنى اللي بقي ما تقابوناش عندي يدخل تقابونع عندي ويفعل جرس باش يوصلوا كل جديد مع عالم بشرة في ايطاليا ونتمنى من الوصفة تكون الاعجاب بتاعكم كيجيوا رائعين جربوهم وردوا عليها الخبار والله على الحسابي جربوهم جربوهم وردوا عليها الخبار يلا مع وصفة اخرى ان شاء الله ومع السلامة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة